تحية طيبة أصدقائي الموضوع التعديل لقانون أحوالي الشخصية العراقي طبعا كما تعرفون لقى نقاش طويل ومستفيد والكل تقريبا أدلى بدلوه في هذا الموضوع أنا بالنسبة لي حاولت أن أقدم صورة جديدة لهذا المشهد ولأسباب وجود هذا التعديل وما هي قضايا الخفية التي تكمن خلف هذه المحاولات الدؤوبة من أجل تعديل هذا القانون أنا راح أؤكد على ثلاثة مفاتيح أو أربعة مفاتيح كبرى أساسية تقف وراء هذا الموضوع القضية أولا القضية عنوانها الأكبر هو لا يتعلق بمسألة تعديل قانون أحوالي الشخصية أو تزوج قاصرات أو خلاف بين شريعة وتأقرار مسألة مذاهب وما ألا ذلك لا القضية هي عنوانها الأكبر صراع بين مفهوم الدولة الحديثة أو الدولة الحديثة في واقعنا المعاصر والمنظومة الدينية أو الدين بشكله الموروث أما التفاصيل فهذه كلها والخلافات هذه ليست إلا وجها من وجوهها ومن وجوه هذا الصراع وأن أيضا أن ما يحدث هو مشكلة تتعلق بالدين حصرا وليس بالدولة أي أن الصراع بين الدين والدولة لا يتعلق بوجود مشاكل تصدر عن الدولة بل في حقيقة أن الدين يعاني من مشكلة الثور على مكان له وسط الدولة التي تستطيع أن تراجع نفسها لكن المشكلة الدين لا يستطيع أن يراجع نفسه وحتى لو راجع نفسه فهو ليس جدير بهذه المراجعة لأنه يفتقر إلى الوعدة والوعدة الكلمة التي هي من العناوين الرئيسة التي يقدمها أو يعرف نفسه الدين بها بأنه كلمة الله واحدة وأن كلمة الدين واحدة وأن الدين الصحيح واحد وأن الشريعة واحدة لكن في الحقيقة هذا كلام غير صحيح وهذا تعبر عن أزمة الدين في واقعنا وفي حياتنا معصر بغض النظر عن رأينا بالدين المسألة لا تتعلق الآن أنه أنا مثلا ضد الدين أو مع الدولة لا أنا مجرد الآن أصف الحال كما هو وأزيح هذه الغشاوة التي تغطي كل الحقائق التي نعيشها حاليا أو التي تقف خلفها بشكل يكاد لا ننتبه له لكن الانتباه الأساسي لهذه القضية العنوان الرئيسي هي صراع بين الدولة الحديثة والدين الموروث وممثلية حاليا من هذا العنوان الرئيسي سنستطيع أن نفهم ما يجري أولا أن الدين الموروث والذي يمثلوا الرجال الدين والمؤسسات الدينية لا يستطيع التخلي عن الدولة يعني عكس ما هو متوقع الدولة الحديثة يعني أن الدين يريد أن يقول بأنه هو الدولة لكن الدين لا يستطيع أن يوفر هذه المسألة لأن الدين بدليل أن الدين لا يستطيع أن يكون مشرفا على الاقتصاد لا يستطيع أن يكون مشرفا على القضايا العلمية على الجامعات على الدراسات العلمية على البحوث مساءل التربية مساءل الصحة مسألة الأساسية الخدمات قضايا الطاقة والبيئة ولا حتى إلى علاقة بقضايا القوانين والتشريعات ولا حتى في السياسة ولا في نظم الحكم هذه كلها الدين عاجز عن عاجز عن تنفيذها أو الإشراف عليها وليس لديهم كانات التي توفر له هذا هو لا يستطيع أن يتحدث كثيرا رجال الدين يلقون خطبا هناك شريعة هناك عقيدة هناك أركان للدين لكن هذا الأركان كلها لا توجد فيها تشريعات خاصة بالأخلاق مثلا أو خاصة بالتربية والتعليم أو بالاقتصاد ولا يوجد فيه نظام للعقل وبالتالي هو لا يستطيع التخلي عن الدولة الحديثة وهو دائما يكون بحاجة لها لكنه هنا المشكلة كيف يثبت حضوره داخل هذه الدولة الحديثة وهو في الوقت نفسه يدعي ما يدعيه بأنه العلم كله موجود داخل الدين والمعرفة كلها وأنه هو كل شيء فيه صحيح وأنه صالح لكل زمان ومكان وأنه يحل كل الإشكالات فكيف يبرر هذا الموضوع الحل الوحيد هو أن يسطو على الدولة أو ينال من حصتها وينال من سلطتها وهذا لا يتم إلا عبر تهديم وضعضعة أسس الدولة الحديثة وهذا ما يجري فعلا في جميع مجتمعاتنا والدليل على قولنا هو هذا يعني مثلا الآن عندما بالتفاصيل إذا دخلنا بالتفاصيل أنه الآن الصراع الأساسي بالواجهة أنه الدين يشرق زواج القاصرات وهو لا يقول أنها الشرق بس هو يقول ينكر هاي حقيقة بينما هو يعني يقول بأنه يزوج بالتاسع وبعضهم يقول ممكن تزوج الطفلة حتى لو كان عمرها تسعة أيام أما الدخول بها بمعنى الزواج والنكاح هو يقول أنه الدخول بهذا المرأة يتم في سن التسع سنوات وبالدعاء وبحجة بأن الطفلة ستكون بالغة بيولوجيا في هذا السن وبعد ذلك يبدأ جدري يقول لك هل هي بالغة وراشدة وما إلى ذلك لكن لا توجد لا توجد مبادئ أو قضايا تحدد ما معنى البلوغ يبقى على يعني والرشد يبقى مسائبا هكذا وخاضعا لرغبات رجل الدين أي رجل الدين كان بدون وجود مبادئ أو أحكام وقياسات و يعني فحوصات خاصة بمعنى الرشاد وتفسير الرشاد وما هي فلسفة الرشاد وكيف نعرف إن إنسان راشد ومن غير راشد هاي مسألة معقدة جدا فيعتمدونها بالطريقة الاعتباطية الدينية بشكل عابر عليه الدين مضطر الآن لأن ينكر هذا التشريع ويقول نحن لا نقول بأن هذا التشريع هو يتعلق بزواد القاصرات وهناك حجج كثيرة يدلقها رجال يقولون هذا الشيء موجود بالشرع لكننا يعني ليس موجود في الواقع وهذا كلام يثبت ارتباك الدين وعدم استطاعت تقديم حجج مقنعة للناس وهذه قضية مهمة جدا سأشير لها من العناوين الرئيسية بعد قليل سوضح هذه المسألة هو يقول أنه لا يزوج الأطفال ويسميهم بالغات في السنة التاسعة لكنه يقول أنه جائز شرعا فقط لا واقعا أي أنه يد أي أنه يرفض تطبيق هذه الشريعة لكنه يقول أنه أدها مشرعة وأنها هذه الشريعة نازلة من السماء وفي الحقيقة وأن الشريعة الشريعة الوضعية لا تنسجم مع شريعته باعتبار أنه أن هذه الشريعة هي آتية من السماء ولا يقدم دليلا على أنها آتية من السماء هو يتحجج بهذه المسألة في الحقيقة هو أيضا الشريعة الدينية والفقه الديني بأكمله هو عبارة عن شريعة وضعية علمانية صرف صحيحية تدعي بأن الأسس مالتها إلى علاقة بالقرآن والسنة وما إلى ذلك لكنها بالحقيقة تقوم على افتراضات وقراءات معينة للنصوص الدينية وهذه النصوص فيها كلها منقولة ولا يوجد أي دليل على صحتها كلها ظنية ثبوت ولا يوجود لأي دليل على صحتها وبالتالي هو أيضا حال حال القوانين وضعية فمن الإمكان أن يغيرها لكن القضية ليست هنا هي القضية أن هناك نوعان من السلطة هناك السلطة الدينية الموروثة السلطات بالأحرار لأنه لا يوجد السلطة الدينية الموروثة أن الدين دائما متضعضع ومتشتت وحتى المذهب الشيء الذي يعتبر بأنه هناك نوع من الحرامية في الرثب الدينية أيضا هو مصاب باللا مركزية كما هو الحال مع اللامركزية السنية المذهب السني اللامركزي بالشيء هذا معروف كل رجل الدين أو الشيخ يدلو بدلوه ويقود بطريقته أتباعه ورعيته بالمعنى الديني والرعية من الحيوانات فبالتالي المذهب الشيء أيضا لديه هذه المشكلة أنا لا أقول بأنني ضد الدين أو مع الدين أو ضد الدولة أو مع الدولة أنا مجرد أحاول أن أستكشف الباكراون أو الخلفيات كل ما يجري وما هي الأسس التي يمطلق منها كل هذا كل هذه القضية وكل هذه الخلافات تقوم على الأسس الآن مثلا عندما ينكر الدين تشريعاته فهو نوعا ما محرج من هذا الموضوع على كل حال فماذا يفعل بدليل أنه يدلق الاتهامات ويغير الحقائق ويبدأ هناك ينشر نوعا من قضايا التضليلية مثلا يتهم الدين يتهم كل من يناقش أو يجادل ويقول أنه هل ما أقول الآن في عام 2024 أنه إنسان يزوج طفلة ويعتبرها امرأة وبالغة وراشدة في سن التاسعة ويشرق هذا ويقول هذا شيء غير معقول فماذا يفعل يضلل الناس ويقول هذي لديكم عمالة للغرب يعني واحد يقول لك أنا لا يعقل أن الطفلة أمر سنوات صف ثالث ابتدائي ثالث ابتدائي بالمناسب تسعة سنوات قمرية يعني ثمانة سنوات وتسعة أشهر 11 يوم يعني أيضا تحت التسعة يجوز الدخول بها وهناك أحصائيات أوكي مثلا نقول تهاي بالغة وراشدة بسن تسعة سنوات أوكي لكن ما الدليل على هذا الكلام هل هناك أحصائيات هل هناك مؤسسة صحية أو مؤسسة اجتماعية تثبت رشاد تثبت هذه الفرضية الدين يقول أنها أن هذا تشريع صحيح يعني ممكن نقول الأرض مسطحة لكن قدم للدليل على ما تقول هناك إمكانية لإثبات هذا الكلام الآن البشر تقدموا ولديهم قدرات ولديهم وسائل للتحقق من أي ادعاء وأي اعتقاد وعقيدة في بتاليه المرجعية ما هو على الأرض ما هو واقع نتحدث أنه بنات في أيام الجاهلية كانت الدنيا حارة مثلا والفتاة تبدو بدينة فالقياس هو ليس بالبدانة وهذا المعيار الوحيد لبلوغ المرأة بالنسبة لهم فهذا كلام غير صحي وأيضا المعيار الآخر يقولك أنه مجرد أن يحدث معها عندها تنزل هذه الدورة للمرة الأولى لا هذا ما لا علاقة هذا طبييا اسألوا أي طبيب أي طبيب أي كان مهما كان مهما كان نوع الطبيب اسألوا أن المرأة عندما أول حيض أو أول دورة أول دورة لا تعني أن أجهزة التناشرية مكتملة لها بدايات الاكتمال لكنها لا تكتمل لها علاقة بالمبايض ونضوطها وكبرها لها علاقة بالرحم والقنوات وقناة فالوق أعتقد وباب الرحم وكلها لازم تتوسع كلها بعد ما مشتغلة هاي أطباء يعرفوها وأيضا إضافة لهذا أنه دماغ الإنسان لا يبلغ الطفل أي إنسان لا يبلغ نمو بالنسبة الموضوع الرشاد لا يبلغ عدد الخلايا العصبية لا يكتمل بالكامل إلا بعد عمر خاصة في الفتيات وكذلك 17 أو 18 سنة وأيضا بالنسبة للشباب يستمر الدماغ بالنمو إلى سنة 2021 فأنت هذا البلوغ وهذا الرشاد فهذا كله يتعرض مع الدين يقول لك لا بالنسبة شرع الله شرع الله شرع الله يعني لا تأسكت لا تتكلب هذا ليس شرع الله لا يوجد دليل قدم لي كلامك بالكلام دقيق بأنه هذا شرع الله وأيضا فيقدم لي الدولة الحديثة وقوانينها أيضا ستقدم لي براهينها على أن الدعاءات صحيحة بأنه السن المناسب للزواج مثلا هو 18 وأيضا فكرة الزواج نفسها ممكن مراجعتها بالنسبة للدولة يعني من قال بأن طريقة التلاقي بين امرأة ورجل ونشوء العائلة يقوم على هذا الأساس على أساس الزواج ممكن يصير مثلا هناك وعما من الزواج حتى داخل الإسلام المسيار أو المساكنة المساكنة معمول فيها بالغرب ومسألة قانونية ومشرعة هي مساكنة وزواج المسيار وحتى نوع المال متعة يعني قريب إلها يعني مش مشكلة مجرد أنه هناك ورقة رسمية أو مجرد أن تعيش مع أمرأة في الغرب في بيت واحد تنطبق عليكم حقوق أو قوانين الاتصال العائلي يعني تعتبر أنت مع أمرأة عائلة أو أي ذنية تعتبر أنت تشاركون بالضرائع تشاركون بالإيجارات وما لذلك المهم اتهام الدين المناقشية بينهم عملاء للغرب والشيوعية مثل ما طلعنا اليوم بيان الفاطميات هم ما أذكر بالضبط الأنوان ممكن راح أطلع كل هاي الأشياء اللي جماعتها راح طلع في فيديو ومنفصل ممكن تشوفوها كلها تدعم قولي فبالتالي اتهام الدين المناقشية بالعمالة للغرب حق الموضوع ما لا علاقة البعض يقول أنت الشؤيات لأن مجرد نساء النجف طلعا بالشارع وقال أننا لا لها التعديلات لا لزواج القاصرات وحتى وهذا من الشعارات كان شعار جميل وقوي ولماح ويضرب في قلب المشروع بأكمله مشروع التعديلي هو أن هذه الطفلة التي تعتبر السنوات هي بالغة وراشدة عليك أن تقرب أنها قادرة على أن تنتخب نواب البرلمان الذين من بعض منهم يريد أن يشرع قانون لزواج البنات التاسعة فعلى كل حال هذا الشيء مسألة اتهام وتوجير اتهامات للغرب هذه مسألة ما لا علاقة ولا للشيو أي هو بالحقيقة هم اتهام هم القضية نرجع للمفاتيح الأساسية والمفاتيح الكبرى هو أن هذا صراع بين الدولة الحديثة ونظوم الدولة الحديثة ونظام المؤسسات الذي ينبأ من الدولة الحديثة التي أصبحت مسألة خارج التصور وخارج أي فرصة للمراجعة أو أي فرصة لأن يكون هناك نظام مختلف غير الدولة الحديثة يعني لا يمكن أن تدير شؤون أي مجتمع في أي مكان الدين هاي كلها يعني الصفر على الشمال في هذه المسألة الآن هو آخر يعني وعدة من كبرى قلاع الدين هي قلعة الأسرة المسلمة وبالحقيقة الدولة سرقت هذا الجانب من من الدين أيضا واستولت عليه لأن الدين لم يقدم شيء ليس لأن الدولة خبيثة لا لأن نظم الحياة اختلفت وأن الدين لم يقدم شيء لم يقدم سوى المواعظ وسوى الكلام ولم يبادر قامت مشاريع ولم يقدم لا منظومات قانونية ولا أصلا القانون نفسه ما يعرف في الدين ما لا علاقة بالقانون ما لا علاقة بالمنفهوم الدولة ما لا علاقة بالمؤسسات بالإدارة بالخدمات بالبناهج العلمية ما لا علاقة بها المسألة هو مؤسس بطريقة جيدة لزمن آخر هم يريدون أن يطبقون هذا التأسيس ويسمونه القلب الكامل وما إلى ذلك هذا يريدين تطبيقه على واقعنا هذا الكلام الذي يجب أن نوضحه جيدا وهذا الذي يسبب إحراج لدين هو يدع أي مرة أنه يقول عندهم أجهزات قرآنية عندنا بالقرآن يكون أجهزات كل سؤال لدينا جوابه لكل مشكلة لدينا حلها لكن المجتمعات خاصة المتدينة هي تكاد تغص بالإشكالات والمشكلة وين الدين أنه كلما صار إشكال داخل المجتمع يدعي الدين بأنه لا أحد يطبق قوانينه ويراهن على قدرته قدرت هذا الدين ورجال الدين ومن يمثله على غسل عقول الناس و يعني الاستثمار الجهل أو مصطلح هذا جيد أعتقد أنه مفهوم جيد استثمار الجهل والتجهيل و ما يتبع هذا من محاولات لإمعان في تجهيل الناس ومعان في فرص تخلفهم وفرص عدم معرفتهم بالحقال القضية الأساسية اللي نتحدث عن القضية الكبرى الآن الأساسية التي أفرزتها هذه المسألة هي أنه تعبير عن الصراع بين الدولة الحديث هو الدين والذي أصبح واقعا ملموسا وهذا الأول الباب الثاني الذي أريد أن أؤكد عليه أن الهدف الاستراتيجي يعني لمشروع الديني ومشروع تعديل هذا التعديل لأحوال قانون أحوال الشخصية وهذا المشروع الذي ممكن أن ينتشر لو نجح وهذا خطر لكل العرب أن هذا المشروع لو نجح داخل العراق سينتشر طوفان سينتشر في كل بلدان العربية نقول لك أدي نمونج بالعراق الدين حاول وحاول وكرر المحاولات ثلاث أربع مرات ونجح أخيرا في إقرار هذا القانون ونجح بأن يعلو شأن رجل الدين على رجل الدولة وهذا الأمر سيشجع الآخرين على أن يهدوا حدوهم ويصروا كما حصل مع ثورة ثورة الإيرانية في سنة 79 بعد ذلك ظهرت الثورات المختلفة والحركات الدينية وظل الأصولية وما زالت تحاول حتى اليوم لأنها وجدت نموذج رأوا أنه نموذج ناجح فالهدف الاستراتيج هو اللي قلنا نحن قلنا بالبداية هو كل تعبير عن الصراع بين دولة الحديثة والدين الدين ماذا يريد القضية الأساسية الكبرى التي تقف في كل شيء الثانية القضية الثانية هي أن الدولة الحديثة على ماذا تقوم الدولة تقوم على العائلة وهي أساس الدولة الحديثة أساس المجتمع الحديث المجتمع الآن لا يوجد الوحدة الأساسية ما هو العائلة والعائلة تتكون من أب وأم وأطفال هؤلاء هم الوحدة الأساسية للمجتمع وهذا المجتمع من عنده تنفرز الدولة الحديثة فبالتالي وهذه الدولة الحديثة إدها سيادة وإدها حدود وإدها مجموعة من المواطنين الأفراد وهؤلاء جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم يمثلون الدولة ويمثلون المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو أي نوع من الواع انتماءات هم يشكلون المجتمع المدني بشكل عام إذا صحي تسمية المجتمع المدني تسمية أخرى ممكن لكن هي الثلاثة هذا عائلة مجتمع دولة هنا هذه الثلاثة مترابطة مع بعضها ماذا حصل في العراق جرى تدمير الدولة أو ضعضعت أركانها بالكامل ماذا حصل بالتفاصيل بدأوا باختراق التعليم بدأوا باختراق منظومة الجيش الآن ما أدنى جيش أدنى الآن ميليشيات مسيطرة على ماذا الجيش يعني هو لا توجد الدولة يعني من أركان الدولة هو الجيش يعني من الجيش يتعلق بالموضوع الأمني فالموضوع الأمني الآن الدولة لا تستطيع أن تشرف عليها في العراق الآن الميليشيات هي التي تهيمن عن العراق سواء عند الشيعة أو الدولة الحكومة العراقية المركزية أو حكومة كردستان حكومة كردستان أيضا بيشمرق هناك يعني أيضا ميليشي حتى أدنى ما تروح الآن إلى إيران الآن هناك ليس الذي يتحكم بكل شيء هم الحرس الثوري الباسيج وهؤلاء هم الذين ارتباطهم مباشر مع الولي الفقيه مثلما الميليشيات الآن مرتبطة بالولي الفقيه نفسه فاحنا ليبدو أنك دولة كلها محكومة برغبة برغبات وبقرارات وبفتاوى لا توجد قرارات بالنسبة لرجال الدين هناك وإضاء قضية خطيرة تستحق النقاش الفرق بين القرار والقانون وبين الفتوى والتشريع الديني هذه قضايا أساسية يجب أن نفكر بها فبتالي أنه عندما هذا الدين يهدم أسس الدولة ويضعضحها بأي تصبح الدولة هي مجرد تابع لرجل الدين وكبار رجال الدين الجيش لما أصبحت الميليشي التعليم أيضا يتم اختراقها باقي المؤسسات بأكملها يتم اختراقها وما الذي نحتاجه بعد ذلك مؤسسات الدولة بأكملها تم اختراقها من قبل رجال الدين وباسم الديمقراطية طبعا والتي جاءت بها أمريكا التي هم يعتبرونها دولة غازية ومعتلة اللي يسلمتهم البلد بالكامل وهم لا يستطيعون أن يمتلكون يستطيعون أن يعيشوا داخل هذه الدولة إلا بوجود من يعترب بوجودها وهو المحتل نفسه يعني الآن أنت لا يوجد دولة اسمها العراق لو لا لو لا وصاية أمريكا عليها يعني هنحنا دولة وصية ولولا وجود هذه الدولة لما وجد رجال الدين والذين يتحكمون بواقع العراقيين كافة المعنى هم ضد الدولة وضد من يحمي الدولة دوليا يعني دوليا هذه الدولة لا يمكن أن تقوم بدون وجود من يحميها دوليا ومن يعتربها دوليا اللي هي أمريكا واللي هي أيضا تمتلك فلوسنا يعني الأموال العراق بأكملها تمر عن طريق الخزانة الأمريكية يعني حياة رجال الدين أو القوى المهمين على العراق حكوميا وداخليا هي قوى موجودة ليس بفضل الله إنما بفضل أمريكا وهذه أمريكا التي يعني يقدحون فيها ليلة نهار هي صاحبة الفضل عليهم حتى هذه اللحظة يعني مجرد أن ترفع إيثا الآن أمريكا عن الدولة هم ينهارون أو يتحولون إلى فرق من تصارع وأحدهم يأكل الآخر يعني هي هي اللي جامعتهم خلتهم موجودين داخل قبة برلمان داخل دولة وحكومة وهذه الشكليات الموجودة لكن لو لا أمريكا لنفرطنا جميعا إلى قطع المتناثرة وطبعا أمريكا ليس حبا بنا هي متمسكة بهذه الحدود والسيادة الدولة العراقية ووجود دولة العراقية إنما هي لا تريد أن يحدث ارتباك في حدود الدول وقوانينها ودسات يتريد أشياء مضبطة مو مهم التفاصيل التفاصيل خلي يسرقون ينهبون يطيحون حظ البلد يطلعون قوانين دينية خلي يشبعون دين يشبعون دين نحن ما يهمنا المهم أن هذا البلد نحن ماسكين من لازمين بحيث لا ينفرض عقده وهذا يعني يطلب أدنى حسابات معقدة لأيران نفس الحالة نحن لا نريد إيران أن تنفرض لهذه السؤالات تجدوهم يكرهون إيران ويكرهون نظام إيران المعادلهم لكنهم لا يريدون إسقاط هذا النظام ليس حبا فيه إنما لا يريدون أن تصبح هناك يعني إرباك أمني وقلاق الأمنية وحالة لا استقرار في المنطقة منطقة الشرق الأوسط عموما إلى تأثير هناك حسابات دولية مختلفة فهم ليس حبا في بناء على كل حال هذا ليس موضوع الموضوع أنه أن الدين الموجود الموروث هدف الرئيس تدمير الدولة وهدف الرئيس وهذا نجح به تقريبا لا حد بعيد وهدف الثاني هو تدمير المجتمع كيف يدمر المستوى هو لأن الدين لا يصنع مجتمع هو يصنع جماعة وهذه مسألة أساسية فدمر الدولة أو هي باقي باقي الهياكل وهو متحكم بها وهذه الهياكل الموجودة هو اللي يتحكم بها ويأمر الكل يأتمر بأمره ويفعل ما يفعل المجتمع دمره لا وجود لمجتمع الآن في الراق لا وجود لأوساط عدبية لا وجود لأوساط فكرية لا وجود حتى المناطق المدين كل واحد أخذها حصة هاي حصة الشيخ فلان والسيد فلان حتى المناطق في بغداد هاي منطقة للحزب الفلاني ميليشيا فلانية همه كلهم يعني ميليشيا دينية أو قيادات دينية لا فن لا ثقافة لا مسرح لا علم أزل اجتماعية بلد منقطع عن العالم الأجانب لا يختلطون بالعالم هناك غسل دماغ يومي لجميع الناس وهذه كلها يعني لا وجود لمجتمع هناك فقط بقوص دينية هذا يرحبون بها أي شيء آخر يتم تكفيره ويتم يعني اتهامه بالعمالة للغرب وما إلى ذلك خلص يعني ماذا تبقى احنا قلنا هدف الاستراتيجي هو تدمير العائلة أو ما هي الدولة الدولة يتكون من عائلة الوهدى الأساسية ومجتمع هذه العائلة تتكون تصير مجموعة عوائل يشكل المجتمع وهذا المجتمع يقوم على أساس العائلة وأساس الآخر والفرد وحريات الأفراد العائلة موجودة كجزء أساسي من المجتمع لكن لا يعني هذا أنه الأب هو رب العائلة وهو سيد لا هو هؤلاء أوصياء على الأولاد لصالح من؟ لصالح المجتمع وبالتالي صالح الدولة التي تدير شؤون المجتمع يعني هذا العقد الاجتماعي وهكذا يتركب هذا كل ما لا علاقة دين بها لهذا سبب الشهور هذا التصادم الحاد بين الطرفين هاي ثلاثة مترابطين إجت الدين وبدأ يتسيد بسبب الأخت الوطيدة بالناس على مدى مئات السنين الدولة الحديثة لم تأتي من داخل الجماعة العربية المسلمة أتت من الخارج وأتت من الخارج ليس لأن الخارج يحبنا أو لأنه الأمور تطورت في العالم المعاصر بهذه الطريقة ما لا تفعل يعني أنه الآن مثلا لا تستطيع مثلا أن تمتنع عن استخدام الموبايل مثلا لا تستطيع الآن الإنسان أن يرفض الثلاجة أو يرفض التلفزيون أو يرفض السيارات أو يرفض الطائرات أو يرفض البايسيكل أو يرفض الكاميرا حال نفسه هذه الأشياء اللي أنتجت كل هذه المبتكرات الجديدة كليا على تاريخ البشر هذه المبتكرات كليا لم تأتي إلا من خلال النظم والمؤسسات والأفكار الأساسية التي أدت إلى نشوق كل هذه التطورات والتقنيات المتقدمة فبالتالي أنت لا تستطيع أن تدير شؤون يعني مثلا الخدمات الكهرباء مثلا كيف تديرها لا بد أن تتبع النظام العالمي الخاص بهذا الأمر لا بد أن يكون هناك مهندسين نظام الانتصالات نظام لشخ شوارع طرق تنظيم الشوارع الأرصفة مئات التفاصيل التخطيط العمراني التخطيط المدني عشرات بات حصاب هاي بقضية بسيطة قضية شارع وهكذا كلها شنو علاقة تدين بها وهذا علاقة تدين يقول لك لا هاي قضايا تقنية لا ممتقنية هذا غلط هذا إلى علاقة بسيستم كامل سيستم ذهني ومعرفي إلى علاقة بالحداثة والعلوم الحديثة كلها مترابطة مع بعضها كلها مترابطة النظام العدائق وهكذا هاي مسألة جانب صغير من الجوانبين فبالتالي الدولة والمجتمع والعائلة أسس أساسية والحقوق والمساواة هذه لأن المجتمع لا يمكن أن تؤسس مجتمع يعني هي مبدأ أساسي حتى تقول لك شون إلها علاقة الأسس الفكرية إلها علاقة أو المنطلقات الفكرية إلها علاقة بالواقع المتجسد على الأرض يعني المجتمع كيف يمكن أن تشكل مجتمعا بدون وجود مساواة لا يمكن المجتمع لا تستطيع أن تكون مجتمعا بدون مساواة فالدين ماذا لا يريد أو لا يعرف أو لا يفقه شيء اسمه هو يعرف هناك جماعة وهي جماعة هنالك رجل هو قوام على النساء النساء هم مجرد آلات للتفريخ وللتكاثر وهي للاستمتاع فهكذا يفهم رجل الدين للأمور أو الدين هذا دين يعني ماذا نفعل أنا الآن ما أنا ضد الدين أو مع الدين لأن هذه قضية يجب أن نجاوزها أنا ضد أو معه لا قضية أنه نفهم ما يجري عندما نفهم نخرج من جو الخلافات والصراعات القضية مو صراعات يعني خلي الدين خلي زوج قاصرات أنا بالعكس أنا أقول ما عنده معنا خلي خلي الناس يتعلم الذي يريد أن يفعل هذا الشيء خلي الناس تعلم خلي تتدبر خلي تشبع دين هو يريد دين ويقول لك هذا أفضل هو الحل الوحيد اشبع اشبع دين إلى أن يوصل يطلع من خشمك اشبع دين أنا أريدك تشبع دين وأنا ما عنده مشكلة وأنا ما عاكم ضدك ولا أقول لك الدين السيء ولا أقول لك أن الله ما موجود هذا ما يهمني أنا موجود غير موجود أنا ما يهمني أنت شتريد اشبع به واستتمتع والنساء أنت طالبين بحقوق للرجل أكثر ما طالبين حقوق نفسك أيضا بالعافية عليك الشبعي إلى أن هي بعد ذلك الأشياء تتضح كمان اللي صار الآن وهو القضية الأساسية المفاتيح الكبرى وقلنا مفتاح الأساسي هو لكل ما يهجخ هو صراء الدولة والدين المفتاح الأساس الثاني وهو أن المشروع أو القضية الأساسية المتفرع عن هذا هو تدمير المجتمع والدولة والعائلة يعني تدمير المجتمع وتحقق هذا العمر تقريبا إلى حد بعيد والذي لم يتحقق حتى الآن هو تدمير العائلة وهذا السبب يخلينا نفهم لماذا يصر الدين أو السلطات الدينية وخاصة الشيئية على تدمير العائلة لأن العائلة غير موجودة في الدين بصراح مفهوم العائلة مفهوم حديث أيضا العلاقة بالدولة الحديثة أو العكام الوضعية الحديثة وكان شنو عائلة يعني ما فهم هذا الشيء أنا عندي أسرة مسلمة حتى كلمة أسرة مسلمة أيضا حديثة ما أعرف بالضبط شنو الإسم القديم للإسم الشرعي الأصلي يعني اللي قبل 200 أو 500 سنة ماذا يتسمى الأسرة المسلمة فلا توجد عائلة فاميلي ما موجودة عندنا فاميلي هناك كلمة ما لها علاقة بالتراث العربي الإسلامي هناك عائلة صحيح بس يعني دولة هناك دولة بني ومية مثلا وهو هذا معنى الدولة بالمناسبة يعني حتى دولة حديثة معتهم الدولة من تداول أو متداول العملة تداول العوائل يعني هاي عائلة أجت هناك إمبراطورية أجت سقطت عائلة سابقة و قتلت أو ثبحت وسبت وسيطرت بالقوة على العائلة القديمة وأبادتها وفعل كما فعل بني العباس مع مع الأمويين وكما فعل قبلهم الأمويين مع بني هاشم والإمام علي وأولاده الحسين والحسن هاي التصفية صارت بعد ذلك رد بني العباس عليهم الصاعين وأيضا بني العباس وهكذا تقلمت الأمور فهي دولة دالت بين الجميع القضية الثالثة الأساسية قلنا القضية الأولى هي الدولة صراع بين الدين والدولة والقضية الثانية وهي تدمير العائلة والمجتمع والدولة وأن الدين نجح حتى الآن في ضعضعة أركان الدولة وتجييرها لصالعه وتدمير المجتمع وتحولت كل بلدان تقريبا العربية إلى جماعات متفرقة وانحسر دور المجتمع المدني بالكامل وما بقي إلا أمامه إلا الحائط الأخير أو الحجر الزاوية لأي دولة حديثة وأي مجتمع حديث هو العائلة ويجب تدميرها هذا هو المشروع الأساسي ليس مسألة الزواج قاصرات وما إلى ذلك علينا أن نفهم اللعبة وحجمها رجال الدين لا تستهنون بهم هؤلاء أتم خبرة آلاف السنين وأتم أتم خلق وأتم صبر وأتم تخليط مستقبلي ويعرفون ماذا يفعلون حتى عندما يطلع إلى مثلا الحسيني واحد اسم رشيد الحسين أو سامي إنسيس في اسمه الحسيني اللي هو ممثل للأمام السستاني حتى السستاني المرجعية العليا ما تطلع بالواجهة هذا هو ممثل للسستاني وأيضا هناك واحد اسمه الكربلاء يعتقد أيضا يحذر وهدد البرلمان وهدد الدولة وهدد المجتمع إنه يجب إقرار هذا شرع الله من تكونوا أنتم حتى تواجهون شرع الله وهم محقين في هذا كلام يعني هذا شرع الله أنا ما عندي الأولوية ليست للناس وما أفهم شيء اسم المجتمع ولا أفهم شيء اسم دولة حديثة أنتم كلكم أتباع للإمام أو الولي ولي الفقيه لكن ولي الفقيه بالمعنى الشيعي يعني التقليدي أو المعنى الشيعي الإيراني أو الخامنعي الخامنعي والخميني وهذه المجموعة فبالحالتين هناك ولي الفقيه على جميع أن يتبعون إرشاداته وأقوال وأيضا تروع على الإخوان المسلمين نفس الحالة المرشد التبعية المطلقة العمياء للمرشد فبالتالي احنا تدمير الآن الباب الثالث الذي أؤكد عليه وهو ظهور معالم الوحدة المجتمعية يعني هنا قلنا تم تدمير المجتمع فعدما وصلوا على إشراف يعني عندما الدين وصل بدأ يطرق باب العائلة بسبب بهدف تدميرها وعودت الناس إلى الطريقة التقليدية في الحياة أنه أمرأة ومعها حرمة ومعها أهلة يعني مشروع الحلال هذه أهلي وحلالي فما كان يقول لك هذه زوجتي هذه أهلي وحلالي ما أعطم هذه كلمة كلمة حديثة جدا وتعتبر من من الدخيل يعني الدخيل على ثقافتنا وعلى تراثنا بالعرف الديني وتعتبر من البدع وهذا الحقيقة يعني البعض يستغرب هذا الشيء لكن انتظروا راح يشوفون هذا الكلام راح يكون واضح فبالتالي الذي حدث أن وهو الذي يوضح مدى وعي الناس أولا هو ظهور ظهور معالم الوحدة المجتمعية ظهور معالم التمرد على الدين هذا الإصرار من قبل الدين على تثبيت تثبيت أركانه وأحكامه وقوانئ وتشريعاته على الجميع بغض النظر عن رأيهم وحاجاتهم وظروفهم لا هو بدأت تتشكل معالم التمرد الدين التي رسميت تمرد الناس على الدين وهذا ظهرت معالم الوحدة المجتمعية مثلا من أبرزها ظهور دور المرأة كان دور المرأة منحسر وغائب ولا وجودة له أيضا وهذا ممكن نشرحها نشوف النساء يعني الآن عندما طلعت أكثر من حلقة نساء مارسة شيء من يعني نستحق الفقر والله يعني النساء العراقيات تطلعنا أنا ولا تتصور أن هذه القابلية وهذه الطلاقة بالكلام وهذا الوعي الفائق وهذا الدربة والقدر على الجدال وعلى رد على استنباط الأفكار وعلى وسرعة البديهية في دحر أو دحض أي حجة يدلقى رجال الدين هذه السابقة لا وجود لها عبر التاريخ يعني صدقوني عبر التاريخ لا وجود لهذه السابقة أن يتحدث رجل الدين ويطرح رأي نظن أنه من القوة بمكان تجد المرأة تجيبه فورا بطريقة فيها من يعني رأي حاسم وباتر وقاطع بحيث يعني تجد المرأة واحدة تجلس مع أربع رجال أو خمسة وتنابزهم جميعا وتلزمهم الحجة كما بالتعبير الفصيح هذا أيضا القضية وظهور دور المرأة المرأة لم تعود هذه المرأة المسكينة التي لا تعرف شيئا وهذا إلها علاقة بوسائل الاتصال والتداول المعارف وأنه الآن لم يعد الدين سرا خفيا ولا يفقه فيه شيئا إلا رجل الدين والشيخ أما الناس فلا يعرفون ماذا يجري الآن كل شيء يناقش كل شيء مكشوف كل شيء معروف الحجة التي يدلقها رجل الدين الآن يلاقي الأمرين لكي يقنق بها الآخرين من غير يعني المتشككين الآن الآن أيضا المرأة بدأت تعرف حقوقها تعرف أنها هي متساوية للآخرين يعني تحت المرأة الآن المحجبة والتي التي استلبت حقوقها و ومؤمنة جدا بأنها ناقصت عقل ودين حتى هذه الآن بدأت تشعر بأن المسألة ليست هكذا ليست بالصورة القليلة هي ليست مجرد وعاء لتمتع الرجل وليست مجرد آلة للتفريخ للأولاد وهذا أولاد الأولاد لا حق لها في حضانتهم وهذا كلام صحيح أنه الدين يرى أن المرأة كجسد يعني كما يرى إلى الحلال والحلال ما هو الحلال الحلال هو الحيوانات فيقول لك هذه حلالي هو لا يقصد بأن حلالي أنه يعني هي إمرأة لا يقصد هو ملكي هذا ملك صرف فأنا أصرف بك ما أشاء فبالتالي أنا عندما أشتري أو أتمتع بضع المرأة هي هذه الكلمة أنه فكرة مفهوم الزواج رح أطلع حنق علينا أنه إحنا الدين لا يوجد شيء مفهوم اسمه ومفهوم الزواج من ذلك النكاح فقط هذا النكاح هو هدفه التمتع أن الرجل يتمتع ويدفع مبلغ مقابل هذا التمتع هذا هو هذه الحقيقة لأنه أصلا المفهوم جايب من مجتمعات بدوية مجمعات بدوية لا تعرف مجتمع لا تستطيع أن تشكل مجتمعا وليس في أرفها وجود مجتمع وليس في أرفها وجود ما يسمى زواج يعني لا تجد رجل ديني يقل لك هذه زوجتي يعني حتى تسار ويقل لك هذه زوجتي حتى تعرفون ماذا أخصد بالضبط حتى تكون الصورة واضحة الزواج مفهوم الزواج مفهوم حديث لا وجوده سابق له هناك كلمة الزواج موجودة هذا موضوع آخر مفهوم الزواج ومؤسسة الزواج مؤسسة الأسرة الأسرة والزواج هذا علم كامل يعني ليست بس العادية وإلى فلسفة كاملة وكل دولة وكل مجتمع عندها فلسفة خاصة بالزواج ولديها إشكالات وهنالك قضاء يعني علم به بحوث لا أول لها ولا آخر وبها تجارب وبها تصحيحات ومراجعات مستمرة المنظومة ومؤسسة الزواج ليست مؤسسة ثابتة جامدة نازلة من السماء على الطريقة الدينية لا موجود هذا يوميا مراجعات وأزمات وقضايا لحد الآن مشاكل في أوروبا موجودة فبالتالي ظهور دور المرأة هو هذا عندما أنت حجمت المرأة بيكتر الآن طلعت لك المرأة حتى بقلب النجف وهو منطقة جدا محافظة طلعا مظاهرات النساء معناها ليش طلعا تظاهرا المظاهرة غلط يجب أن نقول التظاهرة فالتظاهرة طلعا طلعا وقالا طلع لكم بعد ذلك الفيديو مالتهم الأمر الثاني المهم وبروز وعي قانوني وشرعي وديني وهذا موجود قد جميع الآن وحتى اللي ما عنده فكرة بدأ يسأل ويدقب ويحاول يعرف وهذه مسألة غير غير موجودة سابقا هناك من هو مؤيد يعني بشكل أعمى لكل ما يقول له رجل الدين بأتبار هو يمشي ويدتيار وين الأخواء هؤلاء وغربية هكذا طريقتهم كيف أنني ليش أدوغ نفسي أمشي مع التيار السائد ولا أصير عكس التيار لكن الآن المشكلة أنه بروز هذا الوعي خاصة بين النساء وبين الرجال المتزوجين الذين يرومون التزوج هؤلاء يقول لك أنا بأتعرف حقوقي أتعرف شلو الموضوع أتفهم شلو القضية ليش هذا المثال به كذا وهذا كذا هل هذا ينفعني هل هذا ما ينفعني هذا الوعي هو شكل يعني مثل قنبلة بوجه الشريعة الدينية الشريعة الدينية تتكشف وبدأت تتكشف ويعي الناس بأنها أن هذا الحجاب المقدس الذي يلقى عليها بأنها هذا شرع الله كما يقول حسن هذا شرع الله هل أنتم تقفون ضد شرع الله هل أنتم كفر يعني فالآن لا كل أركان والأسس التي تحدثون بها بدأت تتزعزع بسبب ظهور دور المرأة وظهور أيضا دور الرجل ودور الإنسان بشكل عام والآن كل الناس بدأت تشعر بأن لديها حقوق هذا مفهوم جديد بالمناسبة هو صحيب أهل عدنا مليون مشكلة بهذا المسألة بمسألة الحقوق لكن الآن حتى الطفل تسأل الآن يقول لك أنتم مو منحقق تفعل كذا هذه كلمة غير موجودة هذا شيء جديد وصحية الدين جاء يأثر على الناس وصحية جاء يغسل أدم وصحية جاء يستبد ويجبر الجميع على الامتثال له ولتعليماته ومن خلال وجود رجال الدين في كل مكان وسيطرتهم على المنابع الثروة والسلطة أو مصادر الثروة والسلطة لكن مع هذا لا يستطيعون أن يغلقوا جهاز الهاتف هذا المعرفة أصبحت الآن متاحة أمام الجميع أي سؤال تريد أن تحصل على إجابته ورغم أنه حتى الانترنت والجوجل أو مجرد أي شيء الآن يطلع لك الملايين يدفعون أنا عندي خبرة بالإعلانات الجوجل يدفعونها ودائما أول ما يطلع لك أول عشر خبار الصفحة الأولى بالجوجل تسأل عن أي موضوع يطلع لك أول شيء الموضوع مثلا موقع اسمه موضوع عتق التابع القطر وهناك الإسلام مواقع الإسلامية الأساسية هاي تطلع لك دائما أول ما فهذا تخيل القليل يدفعون مبالغ هائلة وأيضا هناك آلاف القلوات هاي كلها حثوا مع هذا الظهور معالم الوحدة المجتمعية وليس معالم الوحدة الجماعية لحد الآن المعالم الوحدة الجماعية التي يقاتل وصارح خمسين سنة رجال الدين فعلوا الأفائل وصرفوا المليارات من أموالنا طبعا أموال الناس من أجل غسل الأدمغة ومن أجل جعل الجميع أتباع عمي صم بكم لا يفهمون ويشعرون بحاجة إلى وصاية رجال الدين عليهم الحاجة الكاملة مع هذا الناس بدأت تشعر بأنها بحاجة إلى أن تنقوي أو تنظوي ضمن إطار اجتماعي وليس إطار جماعي يعني لم نعد الآن بحاجة إلى سكن داخل حضيرة الدين ونتحول إلى أخوة بمعنى التطابق والتعم بين بعضنا وبعض وكل همنا أن نجيد هذا التطابق وأن نتخلص من كل ما هو لا يساعد على التوحد فيما بيننا أو التشابه والتماثل فيما بيننا وبما يسبح لرجل الدين أن يقودنا كما يقود النعاج إلى المسلخ أو إلى ما يشاء فبالتالي هذا ظهور دور المرأة بروز وعي قانوني والشرع وديني وثالثا هو ظهور مطالبات تتعلق بالحقوق وتنفيذ القوانين هذه القضية الأساسية الآن المرأة تطلع قال لي كان عليها أساسان ما أتساوى مع الرجل لا تستطيع هذا قانون أساسي أو شريعة أساسية الرجل يعني أثنين يعني الرجل يعادل أمرأتان وحتى هذا فيه تشريعاتها مش صحيحة أسوأ من هذا بعد لأنك تشريعات أنه لا يحق للمرأة أن تأخذ أقار مثلا تتزوج مع رجل ويقول لك لا إحنا لا إلها حق بالوراثة لكن بالبناء بناء الموجود يعني الأرض والأقار بأكملة لا يعود إلى بينما الطابق ممكن ينبع ويسلم لها المال وهذا كلام غير صحيح هذا يعني عليه ساذقك لا والله مميسر ليش لأنه هنا تكشف الحقيقة عندما تعرف السبب كيف تعرف أنه الدين يقول لك أنه الأولوي للرجل القوامل الرجل فعندما تشتري أمرأة عندما تدفع مهر أمرأة لكي ماذا لكي تتمتع بها وتنال بضعها أو يعني الفرج أو تصل إلى فرجها وتدخل القضيف فيه هذا لازم تدفع ثمنة فعندما تدفع ثمنة هذا سيكون أين سيأتي أولاد الأولاد هم من حقك وليس من حق المرأة يعني عندما أنت يكون عندك إذا ما يكون أنت عندك أمرأة فهذه ملكك أو مثل ما عندك الآن حصان أو بقرة هذه البقرة ابنها أيضا لك أو عبدة بالقانون نفس الفكرة أنه هذه مرأة هي زوجتك أو من ملك اليمين أو جارية فبكل أحوال الأولاد من هذه المرأة هي استثمار يعني هو مسألة تكاثر والأولاد هو إلي بنحصتي لأن هذا رح يصير عندي بالنسبة لأني كرجل أنا عندي أولاد أقدر أقاتل بهم أقدر أستثمر في العمل أستفيد منهم هي هاي الفكرة البدائية القديمة وحتى الفكرة الفلاحية نوعا ما فهو هاي الفكرة فإنه ما تيجي لك أنا توفأ الرجل وترك زوجة وبنات فهذا يقل لك الزوجة والبنات هذا النساء سيتزوج من أطراف أخرى فبالتالي لا يحق هذا المأملاك تهتث إلى الأولاد النساء هم مجرد أدوات للتوليد لا أكثر ولا أقل فبس المشكلة هو أنه لا يستطيعون العوائل أو عندك زوجة وعندك الحريم أو الحرم لك ولا الصح مو لا يمكن أن يستمر التزاوج الداخلي فلابد من تزاوج من الغرباء بالتالي أنت يجب أن تكون يجب أن يكون ما تأيارثه يصف في رصيد الأبناء الذكور فقط أما النساء فممكن يتزوجهم ذكور آخرون وهذا معنى تبدد الثروة التي جمعها هذا الرجل هاي هنا الكارثة الكبرى فبالتالي أدقلك ليش المذهب الشيء ليش للمرأة لهذا السبب هو يعتبر هذا السبب وجيه جدا طبعا ليش لكن عندما تدفع أعمق تجد بأنه المرأة هي بضع هي جهاز تناسلي للمتعة وقال حتى مذكور بالقرآن يعني إنما بالضبط الآية وبالضبط زيون للناس حبوا شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه شو معناها معناها أن الرجال ليسوا من ضمن حب الشهوات إنما زيون للناس هو المخصوص زيون للرجال وإلا كان يقول زيون للناس حبوا الشهوات من ليش يضع النساء بالنص سنة زيون للناس حبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب فبالتالي النساء إنه جزء من أملاك الرجل هي هاي القضية يجب أن نفط لها ويجب أن ندرك مدى أهميتها لدورها الكبير في فهم ما يجري طريقة يعني فلسفة الدين ولو هي فلسفة بسيطة جدا ومتضعضعة ولا تصل إلى حتى لدرجة نظام أخلاقي مجرد مجموعة تعاليم جامعينها بطريقة التباطية لا يوجد عوامل لا توجد عوامل اتصال بعضها البعض مثل ما هو المنظومة الأخلاقية مثلا المعروفة مثلا القائمة على مبدأ السعادة مثلا ما هي السعادة السعادة تقوم على المنفعة واللذة فأنا يقول لك إنه كل شيء ينفع الناس ويولد لذة ويقلل الألم هذا هو المبدأ الأساسي للأخلاق المعاصرة تقريبا لها علاقة أبي قور ولها علاقة بنتام بالمنفعة وهذه قائمة إنه أي شيء يفعل الإنسان بالتربية بالحكوم طيب كلها هدفها بالنهاية لازم تنتظم مع مبدأ السعادة وهو مبدأ الذي يقوم على تجنب الألم تقليل الألم وزيادة نسبة السعادة واللذة هذا كل التي تلقاها المنظومة بأكملها الدولة الحديثة قائمة على هذا المبدأ فكل تفصيل موجود هو يرجع بينما الدين ما عنده هذا الشيء ومجرد أحكام تباطية غالبا ويجري تأسيسها على نصر الشلغوية ولا يوجد رابط ناظم فيما بينها بالضبط مثل آيات القرآن الكريم آيات متفرقة لكنهم أجوا رجال الدين اخترعوا أحاديث أو يعني نقلوا أحاديث كما يقولون ومن خلالها أنتجوا الشريعة ما يسمونه بالشريعة وكلمة الشريعة أيضا ما موجودة بالقرآن هذه واحدة من الأشياء كلمة عقيدة غير موجودة بالقرآن قلتها عقيدتنا لا توجد عقيدة في الدين عقيدة أيضا ما موجودة لا توجد عقيدة ولا توجد أركان أيضا ولا توجد شريعة وحتى كلمة الدين أيضا لا توجد في القرآن القرآن موجودة كلمة الدين بمعاني مختلفة غير المعاني التي يتحدث بها رجال الدين ورجال الدين أيضا غير موجودين بالقرآن يعني كلها عندما تجي تمسكها يقول لك شرع الله لكنها بالحقيقة ويشرع رجال الدين الموروط لا أكثر ولا أقل أموما فعانقنا ثلاثة الأشياء الأساسية ظهور أولا المفاتيح الكبرى القضية وهي القضية تشمل جميع يعني القضية ما تعليق بالأراقين فقط عن المجرد أطلع لك الخلفيات أو المنطلقات الفكرية والذهنية أو الأنساق الفكرية التي تتحكم برجال الدين وبكل ما يجري في واقعنا المعاصر هناك قضية الكبرى الأساسية افتحها أعيد تفرز لنا صراع بين الدولة الحديثة والدين الموروط وهذا الصراعات الخاصة بالأحوال الشخصية جزء من هذا الموضوع القضية الأساسية الثانية وهي أن هناك رغبة محمومة لتدمير العائلة بعد تدمير المجتمع والدولة وهذه الثلاثية مترابطة أو هذا المثلث مترابط وأن الدولة والمجتمع جرى تدميرهما إلى حد كبير لكن ليس إلى درجة تمنع وجود خيان ولو كان شكليا متماسك من الخارج أمام الدول الكبرى والدول العالم المختلفة والباب الثالث أو القضية الأساسية الثالثة وهي ظهور معالم الوحدة المجتمعية وظهور بوادر ظهور مجتمع حديث أو معاصر من رحم الجماعة الدينية القديمة أو الجماعات الدينية القديمة المتفرقة مع بعضها الآن بدأ الناس بدأت النساء تشعر بأنهن نساء ولهن حقوق بدأ الرجال يشعرون أنهم رجال ولهن حقوق بدأوا يشعرون بدأوا يشعرون أن الدين لا يقدم لهم خدمات إنما يقدم لهم أوامر وفرائض وواجبات وبدون أي مقابل بدأوا يشعرون أن الطفل بدأ يشعر بأن لديهن حقوق أن لا حق لأحد أن يضربه هاي موجودة في كل مكان يفتح فلام كارتوني يشوفها يعني العاب لا يجد طفل يضرب طفل أو رجل آب يضرب ابنه يعني بالألعاب أصلا العاب حتى للأطفال السهار لا تجد هذا المظاهر يعني ما ممكن وحتى اللي هو الدين نفسه هو اللي يشرق ضرب الطفل وضرب المرأة لا يجرؤ على أن يقدم شيء من هذا القبيل هو الدين نفسه الآن محرج من القضايا الموجودة فيه ويحاول أن يطمطمها ويلففها بطريقة وبخرى والقضية الأساسية الرابعة وهي ضمن الثالثة واللي هي ضمن ظهور معالم الوهد المجتمعية هي ظهور معالم التمرد على الدين وهي هاي الدين الآن في حالة نقدر نقول عليها يقود نفسه إلى مواجهات خاسرة حتما خاسرة حتما يعني أنه اللي أختم به بدلا من أن يراجع نفسه بدلا من أن يحاول رجال الدين أن يجتمعون يقول يا أخوان احنا عندنا مليون مشكلة بدلا من يدعونا أنه هناك ملحدين هناك شبهات هناك عداء هناك كذا يا أخي أنتم معداء نفسكم أنتم معداء نفسكم لأنكم لا تريدون التغيير الشيء ولا تريدونه في الوقت نفسه الاعتراب بوجود متغيرات أكبر منكم بمراحل وأكبر من كل ما لديكم بمراحل هذه القضية يعني ماذا تريدون تريدون أن يهجم عليكم الناس في يوم الأيام وتسير مذابح أو أنتم تتسببون تتسببون بمذابح بين المجتمعات أنتم كلما سببتم مشاكل أكثر وانقسام وضواء أو وضعتم لبنات لتقسيم المجتمع وتفريق على مؤمنين وملحدين وما إلى ذلك احنا ما بحاجة الآن إلى المجتمعات ليست بحاجة إلى التقسيم التقسيمات هذه مؤمنين وملحدين ما شأننا بالمؤمن والملحد المجتمع الآن المعاصر الدول الحديثة موجودة أفراد مواطنين أنا لم يهمني بيك مؤمن أو ملحد هذه ليست قضيتي قضيتي أن أنت مثلا مشرف على تبليط الشارع بلط للشارع يعني تقدم لي خدمات يعني كما نقول هو مبدأ الأخلاق أنه التغفير كل ما هو يوفر سعادة وفائدة للناس أجمعين ويقدم لهم الخدمات ويقلل نسبة الألم ويزيد من نسبة السعادة فبالتالي أنت أنا مهمني بيك مؤمن أو ملحد أنت ممكن تصير أي شيء مهم هذا هل هو يحقق مبدأ الأساسي اللي هو الدولة تقوم على الدولة الحديثة وهي زيادة حريات نسبة الحريات وتقليل نسبة الواجبات والقوانين والقيود وزيادة نسبة الحريات وأيضا زيادة نسبة السعادة داخل المجتمع لأي سبب تطلع مثلا حد الفقر مثلا بالعالم الغربي وحتى بالعالم كله الآن ما حد الفقر ومقياس حد الفقر هذا أصلا لماذا يوجد حد الفقر هو الصدر من هذا المبدأ الأساسي وهو زيادة نسبة سعادة عند الناس وزيادة نسبة أو تقليل نسبة الألم نسبة الفقر تحدد مدى تقدم المجتمع والدولة المجتمع الآن بدأ عندما يتشكل المجتمع يبدأ يجري هناك مؤسسات خاصة داخل المجتمع تبدأ تراقب المجتمع ونسبة السعادة في هذا المجتمع وطلعت حتى وزارة السعادة هاي كلها صادرة من هاي المنظومة الدين ما عنده هذا الشيء وهو بالأكس يرى هذه التطورات العجيبة هو رجال الدين يشعرون بالغيرة يشعرون بالخوف والرعب ماذا نفعل ليس أمامهم سوى الكذب سوى النفاق سوى المحاولة التضليل وخداع الآخرين بدلا من أن يواجه رجال الدين أنفسهم وهو مشكلة يعني أشفق على حالهم بصراحة لأنهم هم لا يستطعون التوحد فيما بينهم هم يتصيدون أيضا بعضهم البعض يعني مأزق الدين مأزق هائل بصراحة يمزقهم ليس كما قلت بالبداية والصراع بين الدولة الحديثة والدين هو بالحقيقة الدين يحاول الموروط يحاول رجال الدين أن يهربوا من مواجهة أنفسهم فماذا يدعون يدعون بين الدولة الحديثة تأخذ حقوقهم أو يعني تعمل بما لم يشرعه الله فأنت الآن عندك شريعة ماتجعفرية مثلا على سبيل أنت الشيعي مثلا أو السني فتي طبق الشريعة الشيعية الخاصة بالسستاني أو 50 مرجع الشيعي مثلا فأنت لازم سؤال 50 منظومة قانونية زيان أنت الدولة الحديثة هي قائمة على مجتمع والمجتمع قائم على عائلة فهو ليس متشابهين هو لا الدين ماذا يفعل هو الدين يريد أفراد متشابهين وغيره متساوين لاحق غير متساوين بالعكس تماما فهذا تعرض الهائل بين الاثنين هو يولد هذه الاشكالية عليه الدين ما عنده حال غير أن يمضي قدما في التهور مثل ما يفعلون دواعش داعش هذا اللي فعلت القائدة هذا فعلته فهنا نرجع حرفيا لما مضى وهذه الدوخة رأيس لا نستطيع استيعاب الدولة حاليا وهم محقون في المسألة هائلة وكبيرة جدا ليس من السهل المواجهة فبالتالي هذا الشي يجب أن نفهمه وندرك حجم الورطة والمأزق الذي يجد فيه الدين نفسه حتى المتدينين يكذب بسهولة لأنه أيضا مسكين لا يعرف ما يفعل ولا أشفق بصراحة على حاله وأقدر هذه المسألة وحتى حتى الناس العادية اللي هم غير متدينين مثلا أيضا يشعر بالمأزق لأنه الدين يفرض علي كل شي وهو ما يعرف شي يسوي لا يعرف يكون ضمن العالم المعاصر ولا يعرف يكون ضمن الدين الموروث سالة 150 سنة وضع الجميع في ورطة يعني مثل الواحد مجنون أو أو ثراث مجنون موجود وسطنا ولا حفلة هاي حرام ذيك حلال ويوميا طلع لك تقبل عيطة عدنة بسبب أنه ديني أترض على وقد طلعت لابسة مدري شنو أو هذا ما عرف شنو هذا ما عرف إيش وهذا كذا وإرضاع الكبير وشون مرعة تدخل للدائرة وتشتغل وشون تلبس وشون يعني مسول مخل الناس دائما في حالة تجد نسبة الصوت العالي فيما بين عالي بينما روح العالم الغربي تجد الناس يتحق يعني يعني أنا قصة لسنوات طويلة بالغرب ما شفت اثنين يتعاركون على طلع إلا إذا كانوا من جماعتنا يعني المهم المشكلة الأساسية اللي يختم به والسؤال اللي يختم به وأترك لكم حاول أنه تجربون عليه هل إن المشكلة هي بين الدين والدولة أم أن المشكلة هي بين الدين والمجتمع أم أن المشكلة هي بين المجتمع والدولة جوابي على السؤال وأترك لكم جوابكم أيضا وأتمنى أسمع بالتعليقات أن المشكلة هي في الدين لأنه لا يريد أن يعالج مشاكل المجتمع بل أن الدين لا يريد الاستجابة لمشاكل المجتمع بل أروح أبعد بل أنه لا يعترف بشيء اسم المجتمع الدين لا يرأي المتغيرات ويدعي أن لديه ثوابت وعدما تأتي إلى الثوابت التي يدعيها تجد أن كل رجل دين لديه ثوابت المختلفة وهكذا يدعي أشياء ليست متوفرة لديه وعدما تأتي على الثوابت تقول لا اجتمعوا يا أخوان رجال واتفقوا على ثوابت أساسية لا تجدها مثل هذا الشيء لا توجد مركزية في الدين وهذا سبب غياب المجتمع وغياب الدولة الحديثة بمعناها المنضبط حتى يومنا هذا وبالنتيجة غياب دور الإنسان في الإنسان العربي والمسلم بشكل تام حتى في أبسط الأشياء بالمقارنة مع العالم كله النتيجة بعد هذا أن نقلنا المشكلة بين الدين والدولة أمناها بين الدين والمجتمع أمناها بين المجتمع والدولة لأن المشكلة لا أعدنا مجتمع ولا أعدنا دولة أعدنا هياك الدولة والشيء الذي يتظه أن الدولة تستطيع تستطيع أن تولد المستمع تطبيق الدولة الحديثة ما تفعلها علمانية أو ديمقراطية المهم هناك دولة قانون ومساوات دولة مدنية بقانون ومساوات لا يوجد ديكتاتورية علمانية حتى دينية لكن دين حديث المهم شيء اسمه حديث يتبع القوانين والواقع وينطلق من الواقع يطلع الدين نفسه حركة دينية من الدين الخديم نفسه ويقول خلاص احنا قرآنيين مثلا ما أدو مشكلة المهم انه يسوي دولة حديثة وبعد ذلك هي مجرد نضع يعني نضع على الخطوة الأولى مجرد حتى ينطلق القطار بعد ذلك الناس يبدأ تشكل المجتمع ويبدأ المجتمع بتكوين حركاته ومؤسساته والتياراته الفكرية والثقافية والاجتماعية بشكل عام وهذا تتحرك الأمور والحال كما قلت النهائي أو اللي هو مختصر كل شيء هو على الدين أن لا يحمل مشاكله على عاتق الدولة وعليه يعني على أن لا يطالب الدولة بتشريع أخطائه بل أصلاحها معنى أقصد أنه الدين يطالب الدولة بتعديل قوانينها قوانين حوالي الشخصية الآن بالأرق مثلا يطالب الدولة بأنه يرفع قانون الدولة الحديثة اللي من برلمان هذه الدولة الحديثة اللي هو هيكل وبالداخل يعني عرب شوال نسميهم نصهم مثلا مع احترامنا لكل الناس ناس يعني على مستوى تعليمه بسيط وحتى اللي عنده مستوى تعليمه عالي فهو نتاج هذه البيئة المتخلفة فبالتالي هو الحل هو أن الدين علي أن لا يحمل مشاكله وإتراضاته على عاتق الدولة ويطالب الدولة بأن يشرع أخطائها يعني إذا أنت عندك خطأ وتشرع زواج القاصر اللي أمرت تسع سنوات فأنت تجد الدولة تتحمل هذا الخطأ بدلا من أن تصلح هذا الخطأ وتقول لا هذا الشيء مش طبيعي وتتقدر تصلح طبعا بس ولي ما يصلح ليش ويقدروا يجال يقول لا هذا التسع سنين مش قضية أساسية تم مئة ألف حديث يقدرون يرتبوا بس هي القضية مو هذه قضية قلت إنها القضية الأساسية هي هو هذه القضايا وهذه اللعبة بأكملها وكل القضية العلاقة بالنيل من الدولة الحديثة واختراق هذه الدولة الحديثة وتدمير العائلة وتدمير المجتمع وبالتالي الدولة وبدون هذا التدمير الكامل لهذه البنية المثلثية بين الدولة والمجتمع والعائلة لن يكون للدين حضور ولا سيطرة ولا هيمنة شكرا جزيلا ونسمع كلامكم ومع السلامة أسأل هل هناك مخالفة شرعية في قانون يمنع الزوج أن يتزوج وفق شريعة تقول وفق شريعة وفق شريعة وفق شريعة العلاقة شريعة تقول من حقه أن يتزوج اثنين وليس أربعة أربعة ثلاثة وأيضا هذه جدلية بهم لا 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 ليشغل هذا أحسنت أحسنت ليشغل شغل لماذا نحن بالقانون نحن مجوزين القتل بدافع الشرف وهو بالقرآن لا موجود حسن لا 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 رجع ضمن شغلات التضليل ما الجماعة التعديل إن شاء الله سأشتحيلي وألف كتاب اسمه بلاو التضليل في سوال في أهل التعديل إن شاء الله سأسوي هكذا كتاب هو أفهم إن شاء الله سأسطيق نصر وقع ما هي الأساليب أو أسوي لكم فلون التأويل في أساليب أهل التعديل الموضوع يصبح علي مغالطات وللأسف الشديد للأسف بعض زملائنا المحامين قاعد يطلعون يكذبون وخلي يسمعوني والنقابة موجودة بالمنصور شارع النقابات روح يشتكوا علي والما عنده خرجية يكذبون يكذبون يظللون الرأي العام وشالوا خطيئة مجتمع اليوم الرجل أستاذ بالجامعة بس أنت ما فتت بالمحكمة أكو إجراءات إدارية أنت ما تعرفها مثل ما أنا أكو شغلات حوزوية أنا لا أعرفها حسن أنت تسألني بشغلة ما أعرف وليس عب لأن هذا مختصاصي اليوم بعض الزملاء كذبوا على الآباء وظللوا المجتمع قالوا يطلع يلزم الكاميرا بس اللهم صلى عن نبي بس لزم التليفون يا جماعة شوفوا الأب المظلوم اليوم يشاهد بيتشينكو لا أولا المشاهدة دعني أكمل أولا المشاهدة المشاهدة هي أربع مرات بالشهر ومن ثمانية لأثنة عشر أو من ثمانية لفنتين يقول لي أنا أشاهد أولادي اسمح لي أشاهد أولادي قدام المجرمين سود الله وجهك يا تشذا المشاهدات يوم جمعة وسبت والمجرمين مجبوبين بالتوقف والراحة أنا عندي جزئية بسيطة يعني حضرتك كليها ستقولها معناتها المنظمات ما إلها تأثير طبعا يا منظمة دولية الدولية ما إلها تأثير سمعوني المنظمات ما إلها تأثير من أهلها يعني جماعة التعديل كافي تظللون الرأي العام لا 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 اسمعني واللي يقول للسفارة هي اللي جاي تتدخل والسفارة البريطانية واليابانية والشيكوزلافاكية أحب أقول لك السفارة الأمريكية موجودة بالخضراء عمشوا تدق الباب عنهم وقل لهم ليش تدخلون بشأن داخلي لا تقعد تتبع بالصفحات الوهمية وتنتقص من المجتمع خليتنا مضحك بالمجتمع الدولي خليت المرأة العراقية ما تسوى شيء بالمجتمع الدولي مريد أستثمر وجودك أنت أخوي وأكبر مني واستحملني إشلون من طرحوا هذا الموضوع جماعة التعديل قالوا هاي المسودة اجت بمباركة المرجعية وبفتوى من المرجعية ليس هناك أي مباركة واضحة وإنما هناك دعوة من المرجعية مبدئيا القانون هو رقم 188 لسنة 1959 نعم إحنا عدنا هذا قانون الأحوال الشخصية النافذ قانون قاعد يمشي به العراق من سنة 1959 لحد يومنا هذا ما يعني مشاكل تصير مشاكل أسرية تصير مشاكل مجتمعية لكن كمشاكل قانونية أو تعارض في فقرات هذا القانون لا توجد هذا قانون رصين قانون مميز وقانون جاي يمشي به المجتمع العراقي اطلعنا على مسودة التعديل لقينا أنه مسودة التعديل لا يوجد بها حظانة مشتركة وإنما تقوم على سلب الطفل من الأم بعد سن السابعة على أنه يكون المذهب هو الفيصل بالحكم هذا القانون أولا راح نرفض رفض قاطع لأنه به تحجيم لدور القضاء أقوى جمهورية العراق العظيم هي دولة مدنية وليست دولة إسلامية قانون الجعفري يقول لك لا نحن راح نقول راح تشرع محاكم مذهبية ومحكمة القانون وليريد يروح هيتش وليريد يروح هذا مجرد لغط ومجرد تشتيت للقواعد القانونية راح تنتج عنها نزاعات ما بين المواد القانونية وما بين القواعد الفقهية وهنا راح تحدث مشاكل وطامة أكبر من طامة من ضمن هذه الأمور قالوا اللي هي صارت علي الضجة أنه هذا القانون يسمح بتزويج القاصرات من عمر تسعة من عمر تسعة أو من عمر سبع سنوات وقسم آخر قالوا ما القانون النافذ أيضا يسمح بتزويج القاصرات أنا راح أبينلك بشغلة أولا القانون النافذ لا يسمح بتزويج القاصرات إلا إذا سووا لها حجة ضرورة وعرضوها على الفحص الطبي هل هي مهيئة للزواج أم لا وهذا الفحص الطبي لكل من أتمت الرابعة عشر من العمر مو تاسعة يعني اليوم أنت تدخل على قاضي بيدك طفلة عمرها تسع سنوات تقول لها أنا جاي أريد أعقد عليها للقاضي ذبك بالتوقيف هي أصلا مو بالوعي الكافي وهذا شيء أصلا لا يقبل عقل ولا يقبل منطق الصوت المنادي بهذا القانون يقول لك لا مو إحنا صحيح الشرع أجاز هذا القانون لكنه لم يلزم يعني شلون يعني أنا أجيب قانون يسمح لي بس أنا مدى أجيب ركي أزوج بنتك أوكي أنا بنتي بالحفظ أنا شلون أزوج بنتي يعني منه راح يقبل لكن هل أنت يا مشرع اللي تجي وتنطيني هذا القانون هل أنت تضمن لي أنه بعض الآباء المتعاطين المنحرفين ما راح يبيع بنته يبيعها تحت طائلة أنه أنا زوجتها زين تقريبا كان رأينا واضح إنه هذا قانون ملغوم وقانون مفخخ وقانون مشفر ضد المرأة أول أطفال حتى ضد الرجل أنتم راح تقولون شلون مفخخ شلون مشفر إحنا كقانونيين لما نجي نقرأ الجملة قراءة قانونية تختلف تماما عن الشخص الطبيعي يعني اليوم هو من يقول لك أنه أباح لها التزويج أنت راح تقول يعني يسمح بس أنا ما مجبور أما إحنا قانونيين راح نقول ورا هذه الجملة بالإضافة إلى أنه بعض الفقهاء أجازوا حتى تزويج الفتاة لو كان عمرها يوم واحد موضوع إحنا مشكلتنا موية القانون نفسه إحنا مشكلتنا خايفين على الأطفال من الآباء المنحرفين يعني اليوم الأب اللي يعذب بنته أو الأب اللي يقتل ابنه وإحنا ما شاء الله هذا كوش يسوي إحنا ما شاء الله ترى ما جاي يمر علينا شهرين ثلاثة إذا ما صير عندنا فتفع عليها بهذا الموضوع إحنا أصلا عقد الشفوي ليش؟ لأن القانون أيضا يبيح الزواج بالعقد الشفوي ويبيح زواج منقطع ويبيح فهذا من أقول لكم هذا تشفير المقترح المطروح حاليا على الطاولة مقترح ملغوم ومشفر قانون في حال لو طبق هنا راح يتقلص ويتحجم دور القضاء وهذا أمر مرفوض نهائيا أنا اليوم دولة مدنية على أساس أني أحجم دور القضاء القاضي من الممكن أن يكون فقيه لكن الفقيه غير الممكن يكون قاضي تماما إحنا قاعد نسير للهاوية بسبب نظريات المؤامرة اللي عايشيها إسرائيل هي اللي مسؤولة يعني إسرائيل عاي في الدنيا كلها ومسؤولة على جاسمية طلق سعدان مدريا هو الله يخليكم وطلعوا من هاي العقلية شرعونا قوانين تخدم الطفل وتخدم المرأة وتخدم الأم شرعونا قوانين العنف الأسري اليوم الآباء قاعد يقتلون أبنائهم وبدأ مبارد لأنه بالعب لحبايا ما يضرب نفسه وهذا الأب اللي يبالع لحبايا لأن لا شغل ولا عمل ولا إلي كيان بالمجتمع شيخي يقول لك أم؟ شيخي يقول لك شيخي يقول لك من هو النساء أنا أقول لك إي صحيح النساء اللي قتلن اسمح لي الشيخنا هاي مو عدالة الشيخنا هاي مو عدالة لا مجال تضطيني مجالة شكرا جزيلا شكرا جزيلا أضطيني مجال الراقصات اللي يحتي عنهن الراقصات ترى أكثر فهم المعممين انتم اللي تدعموهن والراقصات اللي قاعدين هزل ترى صنيعتكم هذا اللي يحلق مسألة تعبير سؤال خلو ذهنكم ياما سؤال هاي الدولة في العراق احنا في العراق عدنا دولة دينية لو عدنا دولة مدنية ياهونا احنا لتفكر لا أنا ما أتكلم لا إذا من تريد تلزمة بالمدنية يقول لحنا دولة دينية من تريد تلزمة بالدينية يقول لحنا جنو احنا ما في النتيجة في العراق دولة دينية لو دولة جنو فإذا كانت دولة دينية فبين وبين وبين الله لابد لكل دين خلي ذهنة أنا أقولها طريحة ويسمح المشرفة في العراق لابد لكل دين ولكل مذهب ولكل جماعة ولكل مرجع يضعوا ماذا؟ شنو؟ قانون أحوال الشخصية صحيح ولا؟ يعني بعبارة أخرى إذا عدنا ثلاثين مرجع بالعراق عشرين مرجع ديني بالعراق فإنت ما تقدر إلي مقلد المرجع أليف تطبق عليه أحكام المرجع شنو؟ لماذا؟ لأنه بالنسبة إليه المرجع باق ديني لو مديني مديني لأنه هو مقلد المرجعي أليف فإذا ما لا معنى فيه تعديل يقول يرجعوا للمرجع الأعلى يعني شنو مرجع الأعلى؟ شنو مرجع الأعلى؟ هذا يريد يعمل بمقتضى مرجع تقليده قد سؤال هذا مرجع التقليد منه يعينه الحوزة خدوا هذا مو مرجع ويقولوا بابا ملايين قلوا إحنا مقلدي هسيتم تقبلوا مرجع ولا تقبلوا مرجع فهذا القاضي المسكين شي يسوي لابد يحفظ كل فتاوة شنو؟ مراجع الأمم الله قد بينكم وبين الله إذا صار الأمم طبعا المسيحي كذلك على اختلاف شيء طبعا في الإسلام على اختلاف مذاهبهم طبعا الحنفي حنفي والجافعي شافعي والمالكي مالكي والحمبلي حنبلي والزيدي زيدي على ما في اختلافات بين شنو؟ كل مذهب مذهب مو كل المذاهب وعندما نأتي إلى الواقع الشيعي أيضا كذلك على اختلافهم فمولانا انت راح تشوف عد التفي جيدة عد الطامة الكبرى متى تكون إذا كان الرجل يقلد أليف والمرأة تقلد شنو؟ فتسأل المرأة ليش اطلعت من البيت انت بدون إذن زوجيش تقول والله مرجع تقليدي يجوز لو ما يجوز يجوز تقول له بأنه ليش منعته؟ يقول والله مرجع تقليدي يقول لا يجوز لها شنو أن تخرج بالإذن هذا الحاكم المسكين شي يسوي القاضم ولا ما أدري واضح؟ عند ذلك بعد تبقى آسرة اجتماعية في المجتمع ولا تبقى عزيز لا بينكم وبين الله أصلا تبقى آسرة أسرية ولا تبقى لا تبقى وقعا أنا ما أدري أولئك الذين كانوا وراء هذا التعديل أنه كان يلتفتون ماذا دا يفعلون أو هناك أغراض إعلامية وإنتخابية ونحو ذلك وإذا كانت الدولة دولة مدنية فلابد أن يحكم على الناس بمقتضى قانون المواطنة 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 نعم أنتوا لابد ترعون ماذا؟ الأحكام العامة الشاملة لجميع المشتركات بين جميع المواطنة إذا عنده أحكام خاصة بعد مو يرجع للمحاكم يروح للمرجع التقليد ما لا يقول له بابا القضاء الحكم القانون هالشكل ولكن هذا أنت توافق يقول له هذا خلاف الشرح هذا لا يسووا أنتم ما أدري ولذا واقعا واقعا في الرتبة السابقة على المشرع العراقي والمقنن العراقي أنه يعني هذا طبعا مو في العراق هنانا هنانا بيني وبين الله لا تصور المحاكم مولانا عندما تدخل يسألوه من مرجع تقليدك حتى من شنو؟ فبعد دولة دينية لو مو دولة دينية عندما تدخل أنت إلى المحاكم في جمهور الإسلامية يسألون من مرجع تقليدك مولانا أبدا أنت قانون ماذا يطبقه عليه هسا كنت بهذا نتجاه وكنت بهذا نعم أنت تقول هذا القانون يخالف مبانية دينية روح إلى المرجع الديني ما لكقول له هذا القانون هذا كذا فعل أنا وظيفة شنو مولانا أعمل أو لا أعمل هذا كبحث آخر بعد هذه قضية شخصية مصر العادل الشرعية يعني في الحلال مصر همّن بها قانون مدني تحدد نسل مثل الصين تحدد نسل تحدد حالات الزواج لما وجد القانون المدني هو حتى ينظم الحياة الاجتماعية مؤخل لها على حرية المداهب وياها يجي الزواج وياها يجي يطلق وبعدها المادة القانونية اللي تمنع الزواج بلا بإذن الزواجة هذه ممكن أنا تروح تروح أتعدلها يعاقب القانون مثل ما في مصر الآن مثل ما في الصين الآن هنا هو يقول لك آني إليه من ناحية شرعية هذا هنا صار عليها إشكال لم يمنع لم يمنع القانون مسألة الزواج بزوجة ثانية ولكن بأسباب أحددها بأسباب يسجن ثلاث سنوات ما يمنع يقول ما يمنع هو يسجن ثلاث سنوات يا حبيبي يا حبيبي بسمح لي أولا ما يمنع ثانيا أكو شروط للزواج بزوجة ثانية أن تكون مريضة أن لا تستطيع الحياة الزوجية تكمل الحياة الزوجية أن تكون يعني بموافقة الزوجة هو اللي يستطيع شنو أستاذ سيدنا حبيبيتي يصير حالات الطلاق الآن موجودة ستة لارة حالة بالشهر ليش الزواجات خارج المحكمة ومن قصور وييجي بعدين يصدق عقد الزواج ويطلق بعدين ولهذا الآن عدنا ستة لارة حالة طلاق بالشهر فأنا ليش أجي هس أسلط أحد على الآخر سني سارة سفارة مونتا تيش أوردر يا سفارة لا لا سفارة ولا مذلل لكن أنا قانون يهمني أنا عندي عندي ابن وأنا باتش يعني أختلف ويزوجي أخذ ابني من عندي لا والله أقتل بفوق ابني أقتل قتل أرتكب جريب أن تقتل ولا يأخذ ابني من عندي لكن أنا قانون يهمني أنا عندي ابن وأنا باتش يعني أختلف ويزوجي أخذ ابني من عندي لا والله أقتل بفوق ابني أقتل قتل أرتكب جريب أن تقتل ولا يأخذ ابني من عندي لا أسميه قانونا نعم القوة ناتجة عن قناعاتي بأن هذا القانون سوف يؤدبينا للمتاهات وللحقيقة أقولها لا أسميه قانونا أسميها شخابيط شخابيط لأن أنت اليوم أنا كقانونية متعودين إحنا نذكر هذه المادة المعدلة تذكر موادها وتذكر المادة المقترحة ويكون القانون كامل بنصوصها بموادها غير قابل للتأويل لأنه لا بد من يوفر العلم إليك وإليه ولمواطن البسيط إذا العلم ما يتوفر والورقة بها اجتهادات إذن أنا ما سميها قانون ولذلك كانت أول اعتراضي بأن هذا مقانون بعدين بيين اعتراضاتنا قالوا لا لا ينقري شون هل استعجال للأمانة أنا عندي أحد الثقات اللي يعني ردتي يستفسروني بهذا الموضوع على الأقل مرجعية سيدنا السستان الله حفظه ما أكودش شيء ما بالتأكد بهذا الموضوع إذا كانت أحزاب ما تريد تحصل طشة أو تريد تحصل منجز انتخابي بهذا القانون أنا أقول مرحبا أصدقائي اليوم طلع رجل دين أعتقد اسمه رشيد الحسن أو الحسيني طلعت زعلان ويهدد ويتوعد ماذا قال؟ قال بأن على النواب أن يصوتوا على قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته وإلا فهدتهم بهذه الطريقة وقال أن صبرنا له حدود وعليكم أن تصوتوا على القراءة الثانية لقانون تعديل الأحوال الشخصية وإلا سيصير لنا كلام آخر معكم أنتم أيها الذين أنتم مجرد مجموعة من الفاسدات والفاسدين لا قيمة لهم ولا دين وهؤلاء يريدون الآن أن يعلمون كيفية رتب قوانيننا هذه اللغة طبعا فيها ألغاء وخلني سمعه مدوّد أحكام الشرعية جهز الزواج المؤقت الزواج المؤقت هي أحكام شرعية يعني بدل ما يكون زوج تيار السادة محمد السمح لي الزنا الآن الزنا باختيار الشخصين البالغين العلاقة غير الشرعية باختيار الشخصين البالغين يعني فوق 18 سنة يبيح القانون العراقي أو لا إذا ما من الزوجين لا من الزوجين يبيح الزنا يبيحها لا يبيحها لا يجرمها طبعا هذه صادمة ويأتي قانون للأحوال الشخصية يقول اللي يزوج خارج المحكمة زواجي شرع الله خارج المحكمة هذا العاقبة عقب الحقيقة آقب الفتيTh aroma جاهется لأفعلهم زوجتا من حقوقها الزواج عادي الزواج الآخر مجتمع العراقي والقانون العراقي يبيح الزنا لا 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 أحبى نص باح لأن ما يوجد نص يجرم قانون العقوبات الزنا فكل شيء لا يبدو نص يجرم مباح لكن لماذا يجب؟ جلن نحفر عن زواج زواج حسنا عقوبات عدنوا قالوا عقوبات ستواعدوا الحواق فرصية سؤال سؤال يعني هيا شو فيه لو حرية وديمقراطية لو الشرع بيا منطق نتكلب إذا منطق الحرية والديمقراطية ما في نص ديمقراطية مثل هذا يا أخي العربيون ماذا أنا حمي سعدية أنت تريد تبيح الخلف أبدا أبدا أنت تريد تقول الخلف وش تزواج آآ يريد حمي سعدية احنا متخلص سألت تحديد من قرارة أتضاف أكتشفت من قرارة من فقه حنفي من فقه جعفري خليط المتفق عليه بين المذاهب لا موجود موجود أين كانت موجود ما كنت معترضة فأنت هل تقبل بزواج ابنك وهي أصف خمسكتدائي لا أزوجها في هذه الأمور إيد زين وهذا الشرع سيقول لك زوجها الشرع ما أوجب عليه سيطة الله يخليك يكون فرق بين شروط عقد الزواج وهي مثل قضية زواج المتعة أنت تقبل تنطر أختك وهيوم يجي واحد يسأل أحد لا هو الرشيد مختلف عن البلور جيد وشو نعرف هل يحدد بقانون هذا الشريعة سؤال سؤال كل القطع المكتوبة في كل المكان لا يوجد شرعي لا يوجد شرعي لا يوجد شرعي لا يوجد شرعي هذا النص دي أتمنى أنت تكونين مقدمة ديرين حوار لا يمكن أن أصل الطرف لا أديري الحوار احترم إنسانيتي كامرأة في العراق تعاني ما تعاني وتظلم بما فيه الكفاية في مجتمع عراقي أرجوك دكتور أنا أحتيك كمواطن وإنت تريد شرع قانون يتحكم بحياتي راح بإمكان مجلس القضاء بعد تشريع هذا القانون راح بإمكان مجلس القضاء الأعلام أن يأتي يقول هذا المعتذد معروف من المرجعية الدينية ومن المرجعية الدينية وشخص عنده ورع وما يسوى طلاق فوضوي ولا زواج فوضوي تسمحي لي الله يخليك أنت راح تقول لي لي إيش ناسنا اليوم حتى بالطلاق عورها العاشدق قال لك عقد صدق 9 سنين ما سنسوينا؟ صدق عقد وفق الشريعة الإسامية أخوة أخوة تختارة وزواج بنتك ثانيا المحق أنت راح تكون مشترك بهذه الجريمة الواقعة على طفل عورها 9 سنين تلعب للعابد أبدا مهشكي وهذا الدوم بدون تنظيم ما سنسوي قانون؟ نحن نعلم مشكلتنا أنت ما سنسويها مجري واجبك يا دكتور أن تحمي هؤلاء البنات أن تحمي هؤلاء البنات أن تشدد العقوبة على من يزوجهن وهنا بهذه العقوبة ماذا يقول؟ الرجال لا مو الرجال حشاهم الرجال من أن يتقولوا أو يتلفظوا بها كذا ألفاظ بس قصدك قالوها بعض الذكور لأن الرجال الرجال ما يساومون النساء على حقوقهم هاي قالوها بعض الذكور اللي كل همهم النفقة هذا اللف والدوران كله على مود يسلبون الأم حقها في حضانة ابنها حتى لا يسددلها النفقة يعني اسمح لي يعني أنا اليوم على مود أنا اليوم هذا العراق العظيم البلد اللي عمره 7000 سنة كانت خلاصة أول مسلة قانونية سنت للبشرية حتى الطلاق التعسف يذكر فيها مسلة حمورة هذا باطل تعسف باطل والله مرخصة شيخنا لتقاطعني شيخنا لتقاطعني وخلي الباطل شغلاتك نظرية المؤامرة عشتها وحدك هذا القانون اللي عمره 7000 سنة خلاصته خمسة ستم خربطين ما بيهم حظ ما قدروا يعيشون ويا زوجاتهم وينمون أطفالهم والله جايين يردون لتغيير قانون والله وياهم هذا النواب أبويا لا النواب هذول جايين يسوون حلاوة بجدر مزروف وخلصوتي يروح لهم هذا النائب اللي يجب هيك وقت يريد يسو هاي البلبلة ويردي يسو هاي الزوبعة حتى ينعرف صار لك أربع سنين نائب شنو إنجازاتك للبلد صار لك أربع سنين نائب ايش سويت أنت جامعتك وين هالوعود اللي وعدتني وواحد منهم نائب يرشح آني مستقيل ويفوز يسير هذا مجرد تخدير أعصاب ومجرد ضحك على الآباء أنت عندك قروبات عاملة قروبات بالواتساب وكذا وكذا تحرضين النساء على الطلاق واو اه اردك احرض النساء على الطلاق نعم ليش يعني على أساس النساء في بلدي من الزوجات محمد بن راشد آل مكتوم ومن الزوجات وحرّثين حتى يأخذن تعويضات خيالية مثلا حالات الطلاق طبعا التعديل إذا صار رح يوقف حالات الطلاق تماما فعلا طبعا لأن ماكو زواج أصلا من اللي رح تزواج على هاي الشروط أنا وحدة من الناس إذا يجي واحد يخطب بنتي على هذا القانون تعال حبيب اكتب الهبيت باسمه على المذهب اللي إحنا الريدة وقع للصك هذا الفخ إنه أوكي ما القانون النافذ هو رحيب موجود إن الفتاة إذا حاضت خلص بلغت أنا هذا الأريد أقوله يا بهي إذا حاضت مو معناها هرموناتها مكتملة مو معناها الحيض ويا إباضة مصحوب بإباضة مبيضة بعد صغيرة بعد مناوي مناوي ممفتوح باب الإباضة بعده ليش يحسب عليها أقم وطلقها قلتها حضرتش قبل الحلقة ومطلقات وهم بيافعات بعدهم ليش لأنه هذه سنتين ما عندها أطفال أم تأتيني من زوجة الزواج الثاني تقولي أنا من زوجة سنتين قبل ما عندي أطفال والسنتين والزوج منتعض إنه هذه ما تخلف نقول سن البلوغ قد المجتمع إنه قد علاج منها ومن كيف السلط من طاعة السلط من كيف تحبل فإحنا من نقول سن البلوغ قد المجتمع إنه إذا صارت حائض وبرزت عندها الملامح الأنثوية سموها ظالغة هذا خطأ بعض أعضاءها بعدها مكتمل هل تتضرر؟ حجم المبيض حجم المبايض والرحم أصلا بعدها مكتمل ناء الحمل الإسقاطات المبكرة لأن رحمها يجوز لا يستعد يتوسع يوصل لتسعة الشر حتى بالولادة طبعا وهي عوائل عادة يلجأون اللي هم هذا مفهومهم يلجأون للقابلات وبعدها وبالحمل أيضا هم سرعتهم تمزقات بالرحم اللي هو المفهوم الدارج انفجار الرحم فمشاكل الحمل كثيرة من غير علميا وبالكتب علميا وبالكتب مو من عندي ومو بالعراق بس الزواج بعمر سن مبكر مصحوب بمشاكل العامة اللي هي ضغط الحمل تسمر من الحمل الصراع الولادي اللي هو الشمرة اللي نسميها احنا وسكر الحمل وكل مضاعفات الحمل بها